بصة كريم اللقطة تبدو سهلة بس هاتها من أول الكروس اللقطة تبدو سهلة وبسيطة لأي مدافع لكن أنا قضيتي هنا بشي نطلع الكور قضيتي هنا بصة كريم الرجل رايح قاطع على العرضة القريبة ياسر واخد لعيب هاني واخد لعيب للتنين اللي موجودين في مطقة التمركز هو قاطع على العرضة القريبة عشان يؤمن العرضة القريبة بتاع الشيناوي كل ده تقليدي وطبيعي جدا اللي مش تقليدي وهدوء وثقة ان هي القطعة بباصة طب يلقاطع جاي بباصة اعتباطا لأ الرجل عامل اسكان وشايف مين اللعيبة اللي قريبة لي ومين اللعيبة هو يحط القرى هنا ممكن ترجع للايب من انبي لو هو مش عامل اسكان الرؤية اللي بدوء الاسكان عاملوا كما يجب بمنتهى لدوء طب دي أول مرة لا هيعملها مرة واثنين وثلاث ماشي اللي بعده اللي بعده بصي بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة ثقة كبيرة جدا رغم ان القطات دي بعض الناس يقولك خطرة هيبقى عندك أزمة أزمة في الخروج بالكرة أزمة في الضغط لازم يبقى مركز جدا هناك هممكن تبقى مشكلة هناك هممكن تبقى مشكلة لكن في النهاية ما انا قلتلك فيش أي مدافع في الدنيا في الدنيا ما عندوش أخطاء وعب منهم هيغلق انا بس عندي النقطة في القصة دي عايز اتكلم معاك فيها جيمي بس دايما بقولها يعني محمد عبد المنعم يقولك عنده حتة زيادة طبعا ما هو الحتة زيادة دي احنا مش واخدين عليها اللي هي ايه الثقة في النفس طبعا انه بيطلع بالكرة بشكل سليم انه يبقى شعلقان ومتوتر احنا واخدين على المدافع اللي عطول شتت اللي عطول بص في أي حتة اللي اخلص من الكرة فاكرت الجمل دي شهيرة اول طبعا اخلص من الكرة طلعها بره مش هير طبعا طبعا ما يعمل يا كريم بص اللي جابة كسب يا حطها للشناوي يا حطها لياسر لكن فيه ثلاثة من انبتر حايد غطو حايد غطو برافو عليك فانت عملت مشكلة اه لا اطع فيها ريسك لكن الريسك مطلوب احيانا انا بس كنت هكملك دي في ايه بقى انه اللعب اللي عنده ثقة في نفسه دي ثقة حميدة يعني ثقة جايدة بتفيد الفريق وارد انه يغلط مليون كمية الغلط بيبقى اكتر عند مين عند المدافع اللي معندوه الشخصية ومعندوه ثقة في نفسه انه لو بسك الكرة ديت ليسر ابراهيم وتادوا الدغط على يسر ابراهيم وخدوا الكرة منه كان هيتقالي ساعتها فهو انت ليه بسكتها ليسر ابراهيم في الوضع الصعب دوت كنت هرجعتها لشنة احططة برق او حاولت الدور على حلته فيبدو ان الترئيسة ديت هي المخاطرة بس هو بالعكس ده كده كان بيأمن الكرة مليون في المين كمل لبعده كمل ماشي 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 الباص على بس كمل الميزة كمان بقى كريم يعني الميزة كمان انه بعد ما بيطلع دي هو خلاص بقى لسه حالة التركيس شغال عشان يطلع بص سليم كمل بص هنا بص هنا وريك حاجة يهمني اهم من بص كريم منتقى الهدوق منتقى الهدوق لعيب انه ياخد الكرة بالشكل ده وبص بعدها على طول بص سليم خلي بالك من اللي استلم منه هنا عشان اجيلها بعد شوية لإمام عشور يلا هتلى اللقطة اللي بعديها على طول اعتقد اي اخر اللقطة لعب منام كمل كمل بص يا كريم كمل 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 بس هو قف هنا احنا هنا فين يا كريم بالنسبة لدفاع الاهلي احنا هنا فين في الجزء يمين ولا شمال اليمين الاهلي ده الجزء يمين محمد عبد منام بيلعب قلب دفاع ايسر طول الوقت يبش طغل قلب دفاع بيطلع يغطي ولا علم علون هنا هو عمل عملية الترحيل لان ياسر اتضرب بالكرة الطويلة فكان لازم هو اللي ينزل يأمن انا بنتكلم على كافرينج بنتكلم على العيب جي من اقصر نحي الشمال مرحل تحت الكرة عنده رؤية ان الكرة هيتضرب بها ياسر قدر انه يغطي ويأمن الكرة تماما يمنع كرة كتخطرة بمنتهى البساطة والسهولة والسلاسة اللي بيعملها دائما محمد عبد منام اللي بعده لا خلاص هاتلي بقى ده امام هاتلي بقى اخر حاجة في عبد منام هكري من مدة عشر سويني الارقام هاتوا بقى الارقام الارقام بتاعك محمد عبد المنام عشان في رقم عايزة اقفة عنده كتير كم يلا هيجيبوها لك يلا على بل ما الارقام تجهز لما اجي اتكلم دائما على مدافع قلنا فيه واجبات اساسية التحامات تغطية الرقابة القدرة على تغطية المساحة القدرة على مساعدة زميلة لكن فيه رقم مهم جدا لما اجي اتكلم على عملية بناء الهجمة في تاكتك مارسي الكل رعافة عنده كتير رقم واحد لازم يكون عندك دقة تمريرات والاخطر والاصعب التمريرات الطولية الرجل عمل 3 تدخلات شتت الكرة 3 مرات تشتت وصلت للعبت النادي الاهلي لمس الكرة 91 مرة بيقولك سقط زميله فيه سقط خط الدفاع بالكامير او خط الوسط فيه اعترض الكرة مرتين بعد لمس الكرة 91 مرة مررها 81 مرة روح على اللي بعده دقة التمرير 77 من ال81 بنتكلم على نسبة تتجاوز الـ 95% الكرات الطولية وهو ده الرقم اللي انا عايز اقف عنده كتير 8 كرات طولية 8 مرات صحيحة يعني لعيب مدافع عمل كرات طولية سواء ارضية او عالية كلهم صح معادة واحدة هي حصل فيها لغبطة فهي ممكن تتحسب كده ممكن تتحسب كده يعني ممكن على اسوأ الفروض تبقى 7 على 8 بتكلم على لعيب دقة التمريرات الطولية هو في خط الدفاع تقترب من المية في المية فبتكلم على لعب مش بس بيعمل واجبات المدافع محمد عبد المنعب تحقيق كبيرة جدا يا كريم على تطور شخصيته على مستوى اللي محافظ عليه ودمانه وعاني منه في الكرة المصرية في العيب بيبقى بيعمل موسم واحد ممتاز وبعد كده الأمور بتبتري تقل هنا القصة ما بتبقاش فنية ما هو نفس اللعيب اللي قده قبل كده لكنه شخصية وثبات مستوى يحصد عليه محمد عبد المنعب في البداية